بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً صدق الله العلي العظيم وظيفة الإنسان المؤمن في هذه الحياة هي تبليغ رسالات الله عز وجل ولذلك خلقهم من أجل العبادة والعبادة هي أداء الفرائض وإقامة الفرائض أما الأداء فما نلتزم به شخصياً تجاه أوامر الله عز وجل وأما الإقامة هي ما نعمل به في وسط المجتمع وما نعمل به من أجل تثبيت رسالات الله عز وجل والقيم الإلهية يدور الصراع في الكون جميعاً حول هذه المهمة الأساسية لو أن رجلاً صلى يومه وليله وصام نهاره وقام دهره وحج وصام وكل شيء لوحده لم يضايق أحداً لا سيم الطغاة الذين يحاولون أن يحرفوا كلام الله عن مواضعه الذين يحرفون أحكام الله عز وجل الذين يغيرون ما جاء به الرسل لا يتعرضون له لكن تحدي الأكبر للإنسان هو في إقامة فرائض الله عز وجل الفرائض التي نعرفها جميعاً وعلى رأسها وأعلاها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي لا أطيل وكما طلب سماحة السيد أن نلتزم بالعشر دقائق ولو أن ساعة ماكو لذلك أنا حاولت أكتب الكلمة لكي أتقيد بالوقت ولا أطيل عليكم سوف أتحدث في نقطتين نقطة الأولى تتعلق بنا بعملنا بهذه المناسبة مناسبة الذكرى السنوية الثانية للفقيه الشهيد نمر باقر النمر فقيه كلمة الحق وشهيد كلمة الحق أمام السلطان الجائر السلطان الذي لا يتورع عن ارتكاب المحارم واقتراف الذنوب والمآثم لا يردعه رادع ولا يمنعه مانع سواء في ضد أبناء شعبه كما نرى أو سواء ضد الدول المجاورة كما يحدث في البحرين كما يحدث في الكويت كما يحدث في العراق كما يحدث في سوريا كما يحدث في لبنان كما يحدث في اليمن وغيرها من الدول القريبة والبعيدة طاغية ليس يوقفه دين ولا مذهب وإنما يعمل المال من أجل الطغيان وتجاوز الحدود جميعا نعم وكذلك الشهيد القائد رضى الغسرة رضى عبدالله الغسرة الذي خطط وقاد لمحاولات عدة ربما هذه المحاولة كانت أنجحها وكانت أكثرها دقة وانضباطا وأكثرها تنفيذا ونجاحا أيضا لذلك نتحدث عن مفردة بما يخصنا نحن العمل التغييري العمل في سبيل الله سبحانه وتعالى هناك اتفاق بين جميع المجاهدين جميع الذين يرفعون لواء التغيير جميع الأكاد أجزم أنها حتى جميع المتدينين والعلماء الذين يعملون في هذا الخط أن الواقع الفاسد يجب أن يتغير أن الواقع الفاسد من مهمات العلماء والطلائع والمؤمنين العمل على تغيير هذا الواقع انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان الإنسان الذي لا يقوم بدوره يخرج من دائرة الإيمان يخرج من دائرة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ويخرج أيضا ربما حتى من دائرة الإنسانية لأن الإنسان لا يتعايش مع الفساد الإنسان لا يتعايش مع الخطأ الإنسان لا يمكن أن يقبل ويغض الطرف عن الفساد وعن الخراب الذي يعمله هؤلاء الحكام هناك اتفاق على ضرورة تغيير لكن تختلف أساليب التغيير بين نمطين وأتحدث في الوسط الذي نعيش فيه نحن بين رؤيتين رؤية أولى ترى أن التغيير من خلال الضغط على الحكام لتغيير الأوضاع الفاسدة وعدم تجاوز ذلك يعني المطلوب من الإنسان والتكليف الشرعي يحتم عليه أن يعمل يضغط على هؤلاء الحكام لكي يستجيبوا ولكي يغيروا هذا الواقع الفاسد نعم أي أن نطالب وننتظر من الحاكم الاستجابة ويعتبر هذا هو التكليف المطلوب وليس ذلك سيء يعني بالنتيجة هو شيء جيد لكن هذا النوع يحتاج لتوفر أرضية مناسبة يحتاج لتوفر بيئة صحيحة إذا كانت هناك ديمقراطية إذا كانت هناك عدالة إذا كانت هناك مواطنة متساوية إذا كانت هناك استجابة إذا كان الحاكم يشعر أنه خادماً لأبناء الوطن إذا كان الحاكم يشعر أنه لا شيء يميزه عن بقية الشعب الحاكم الذي يعتبر أنه مجرد خادم ويحمل وظيفة ويؤدي دور بطلب من هؤلاء الناس أو على الأقل بقبول من هؤلاء الناس أما أولئك الذين يعتقدون أن البلاد والعباد ملكاً لهم ولا يوجد من يشاركهم في الأمر ولا يكون ندًّا لهم مع مثل هؤلاء لا يمكن أن نعتمد أسلوب الضغط وننتظر الاستجابة منهم لأن الاستجابة يقيناً مقطوعة لأن الاستجابة لن تتحقق لأن هذا الحاكم لا يرى أن من مسؤوليته أن يستجيب للناس بل يرى أن الناس يجب أن يستجيبوا له ويخضعوا له ويمتثلون بكل ما يريد حتى وإن اضطر أن يصنع طبق من الفقهاء الذين يبررون له الأعمال الذين يصلطون الدين ويصلطون الله عز وجل وأستغفر الله على هذا التعبير يصلطون الله والدين وكأنما هو سيف مصلط على رقاب العباد حتى يستجيبوا لهذا الحاكم الظالم حتى ينفذوا رغباته ويقوموا بما يأمر دون نقاش دون اعتراض دون إبداء أي رأي وفي أحسن الأحوال سواء بشكل فردي أو اصطنعوا مجالس مصطنعة أو ما شابه يدلون برأيهم لكن التنفيذ يعتمد على الحاكم هل يستجيب أو لا يستجيب ذلك يرتبط به ولا أحد يمكن أن يناقشه في ذلك هذا الاسلوب الأول وعليه جماعة كبيرة من المؤمنين من المسلمين من العلماء من العاملين في الساحة قديما حديثا بل يضعون له منهج معين يوضع له منهج معين الاسلوب الثاني التغيير من خلال الدفع والتدافع والعمل على انتزاع الحقوق وتحصيلها بالوسائل المتاحة وهذا طبيعي عندما تكون السلطة متغطرسة عندما تكون السلطة صاحبة آذان صماء تتحرك الجدران ولا تتحرك لها قصبة عندما تكون سلطة استبدادية سلطة مستأثرة سلطة مستكبرة سلطة لا تؤمن بالشراكة لا تؤمن ولا تعتقد أن هناك من يتساوى معها لا في الدين ولا في الخلق ولا في الحقوق ولا في الواجبات ولا في أي شيء لا يمكن أن نعمل مع أمثال هؤلاء إلا من خلال الدفع والتدافع والعمل على انتزاع الحقوق وتحصيلها بكل الوسائل التي تتاح للإنسان وليس الإنسان ملوما في ذلك أي وسيلة استخدم من أجل انتزاع حقوقه أرأيتم لو جاء أحد واغتصب منك شيئاً متاعاً معيناً ألا يجوز أن تسترد هذا بكل وسيلة تستطيعها هؤلاء ينتزعون أكثر من متاع هؤلاء ينتزعون حريات الشعوب ينتزعون كرامات الشعوب ينتزعون عزة الشعوب ينتهكون مقدسات الشعوب يتجاوزون على حدود الناس وحدود الله عز وجل لا يبقى شيء لا يعملونه فليس ملوماً أي إنسان عندما يقوم ويعمل بكل وسيلة تتاح له من أجل انتزاع حقه لا يؤمنون لا بشراكة ولا مواطنة متساوية ولا بغير ذلك في هذه الحالة لا مفر من العمل لانتزاع الحقوق وإعداد النفس للمواجهة واسترداد الحقوق وإيقاف الظالم عند حده وهو من أوجب الواجبات من رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله مستأثراً بالفي عاملاً في رعيته بما يخالف حدود الله سبحانه وتعالى هذا ما يمكن أن تقف أمامه إلا من خلال المواجهة إلا من خلال إيقافه عن ذلك لا يجوز أن نقف محايدين أمام مثل هؤلاء الظلمة لا يجوز أن نمالئهم لا يجوز أن نداهنهم لا يجوز أن نتودد إليهم وإلا أصبحنا منهم وإلا أصبحنا منهم إذا كان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول للجمال الذي يتمنى أن يطول عمر الخليفة حتى يستلم أمواله التي هي عرق جبينه وكده وكسبه وقوت عياله يقول له أنت منهم فكيف بأولئك الذين يداهنون يتوددون وما شابه هذا هو خط الشيخ النمر هذا هو خط القائد الشهيد رضا الغسرة هذا هو خط المقاومة وكل مقاوم هذا هو خط المؤمنين الملتزمين هذا هو خط العلماء الرساليين الذين لا تأخذهم في الله لوم تلائم الذين لا هم لهم إلا إعلاء كلمة الله عز وجل وجعلها العليا وجعل كلمة المشركين السفلى هذا هو خط المؤمنين بالإصلاح والتغيير وأداء التكليف وأحراز البراء الشرعية تجاه التكليف المنوط بنا جميعاً أمام الله عز وجل نحن لسنا دعاة حرب نحن لسنا هوات قتل وليست حياتنا رخيصة نقدمها لأي شيء مهما كان تافه ولسنا هوات سلطة بل نحن طلاب عدالة واستقلال ومواطنة متساوية واستقرار لبلادنا وللمنطقة أجمع لذلك يقول الأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لنا حق إن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى أعجاز الإبل كناية عن قلة الإمكانيات ليس لدينا أمكانيات لنواجه هؤلاء الطغاة المستكبرين وإن طال السرى يوم سنة مليون دهر نحن في موقف الحق نحن مع الرسل أينما كنا في موقفهم وننتظر اليوم الآخر لنكون معهم لا يهم مضى يوم أو يومين أو عشر أو عشرين أو ثلاثين أو مليون هذا هو طريقنا نعم ولذلك يقول الفقيه الشهيد النمر رضوان الله تعالى عليه عندنا إرادة مقاومة نقاوم ظلمكم وجوركم هذا الكلام يقوله في داخل ديار الظالمين وأمام آذان وأسماء المستكبرين الطغاة نقاوم ظلمكم وجوركم ولن نتنازل فأقصى ما تستطيعون أن تفعلون هو أن تقتلونا مرحبا بالشهادة في سبيل الله لن تنتهي الحياة بموت الإنسان تبدأ الحياة الحقيقية بموته إصداقا للآية الكريمة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون نعم إما أن نعيش على هذه الأرض أحرار أو نموت في باطنها أبرار هذه منية المجاهد هذه منية المؤمن نعم لا خيار لنا غير ذلك كلما زاد الطغيان كلما كانت مسؤولية الإنسان تكبر وتكبر حتى يستطيع أن يتغلب على ذلك وبهذه البصيرة أهدى الشهيد رضا عملية التحرير سيوف الثأر للشهيد النمر رضوان الله تعالى عليهما وعلى جميع الشهداء بهذه البصيرة نجاهد بهذه البصيرة نقاوم بهذه البصيرة نتحرك نعم النقطة الثانية هذه الأيام تدور نقاشات وحوارات وكلمات وكتابات وما شابه حول حلول وأمنيات قريبة وبعيدة لا نشك في مطلقيها في إخلاصهم في نياتهم في حرصهم على شعوبهم نعم ولسنا أيضا ضد الحلول في المنطقة وضد استقرار المنطقة وضد إنهاء الأزمات الموجودة وضد إرجاع الحقوق إلى أصحابها لسنا في وارد ذلك أبدا نعم لكن هذه المبادرات التي تطلق في البحرين هذه الأيام لا نعتقد أنها سيكتب لها النصر النجاح لماذا؟ لأن آل الخليفة لا يؤمنون بالشراكة لا يؤمنون بأن أبناء هذا الشعب أنداداً لهم لأن آل خليفة ليس لهم إلاً ولا ذمة لا يفون بعهود قطعوها على أنفسهم مباشرة بعد اجتماع طاغية في مجلس المرحوم السيد علوي الغريفي وبعد التطمينات المختلفة صدر بإرادة منفردة دستور ألفين واثنين الذي صادر كل المنجزات التي يمكن أن يحصل عليها أبناء شعب البحرين سماح الشيخ محمد علي المحفوظ الله يذكره بالخير يمثل لها يقول يعطونك قصر حلو جميل في غرف وفي أثاث وفي كل شيء بس هذا القصر المفتاح عندهم أنت شنو تستفيد من ذلك توقف على الباب تطلع هذا القصر هذا البرلمان هكذا اسمه برلمان لكن ليس فيه نعم آل خليفة يريدون البحرين ملكاً لهم وشعبها عبيداً لهم سواء قالوا بذلك علناً أم لم يقولوا وقد قالوها في أماكن متعددة نقول أي كلاماً عن انفراج في الوقت الحاضر في البحرين هو مجرد تخدير اليوم دكتور فيصل الزيرة أو ربما قبل كم يوم حاذف تغريدة يبشر بها بالانفراجات خلال شهرين وحذفها يقول لنا حذفتها لأسباب ثلاثة واحد منهم أنه يقولون علي تخدير أنا طبيب عمليات ولست طبيب تخدير نقول أنت شئت أم أبيت أيها الدكتور المحترم ما تطرحونه هذه الأيام ليس أكثر من تخدير وتمهيد لانتخابات 2018 لا يوجد شيء غير ذلك سماحت السيد معروف بإخلاصه السيد عبدالله عبدالله الغريفي ومبادرته اللي البارحة طرحها مشكور على هذه المبادرة وأمثالها وعلى حرصه لكن يا سيدنا الكريم صار أكثر من سنتين وسماحت السيد في كل خطاباته للذين يتابعون لم يترك مناسب إلا وطرح من خلالها أمنيه وطلب ورجاء لكن ماذا تفعل لمن آذانهم صماء لا يسمعون شيئاً وحتى لو افترضنا أن آل خليفة يريدون حلاً في البحرين وهم ينقلون إلى كبار العلماء وإلى الشخصيات السياسية في البلد وهذه معلومات وليست تحليلات أنهم يريدون حلاً في البحرين لكن آل خليفة ليس في يدهم قرار ليسوا أصحاب قرار اليوم قلناها مرات ومرات وقالها كثير من أخواننا في المعارضة وهذه حقيقة آل خليفة ليسوا أكثر من رسل ومطاريش هذه الأيام لآل سعود أي مبادرة تريد يطرحونها آل سعود سيدة يكلف بها حمد بن عيسى أو سلمان أو خليفة بن أحمد وراجعوا خلال هالشهرين وراح تسمعون عشرات المبادرات وما شابه أهل خليفة ليسوا أصحاب قرار وهم غير قادرين أبداً على دفع استحقاقات أي مبادرة حل لأنهم أساساً مغتصبين ومتجاوزين وفي رقابهم دماء كثيرة لذلك كل الكلام ومن أي جهة ومن أي شخص مع كل الاحترام هو تخدير ومن أجل انتخابات 2018 والواقع اليوم يقول لا أفق لأي انفراج جدي لأن آل خليفة لا يؤمنون بالشراكة ويريدون الوحرين ملكاً لهم وشعبها عبيداً لا شركاء ولا أنداد وهذا ما لا يرتضيه كل غيور ولا ترتضونه أنتم وهذا ما لن يكون